إذن أنا خلينا نقوم بتعريف ال WPS فمبدئيا أذهب إلى ال WPS بشكل مباشر أذهب هنا على Project وأبدأ أختار WPS أو بشكل مختصر أضغط هنا على WPS وطبع راح يبدأ يفتح لك ال Project المضمنة عندك ضمن المشروع على أي EPS أنت عاملة بالفعل أنا عدي مشروع واحد فرح أبدي بإضافة ال WPS بشكل مباشر لو تلاحظ إنه إيش إحنا عدنا الكود هذا طبعا الكود جدا مهم ونحتاج إنه نفهمه ونفهم من البرنامج كيف راح يبدأ يستخدمه حتى إنه يعمل لنا ال WPS فاللي إحنا راح نعطيه هو ال WPS Name بنسبة للكود ما راح نبدي نغير عليه فلتلاحظ إنه هذا ال Project إيش يحتبر عدنا يحتبر عدنا ال Roots يعني أنا استطيع أنه نضيفي ال Activity بشكل مباشر على ال Project لكن كل المشاريع تحتوي على WPS يعني البرنامج يتيح لك إنه تعمل تقريبا أكثر من 10 WPS أو 10 WPS ضمن يعني ضمن ال Root الواحد أوكي يعني تعمل عليها كأنما تعمل Sub أوكي فيمكن أنه نقوم بإنشاء WPS أضغط هنا click Amen ثم على ذلك راح أقل له Add بشكل مباشر طبعا هذا الإختصار إنه لما تقوم بالضغط وتقوم بعملية الإضافة هذا يديد يضيفي بشكل مباشر أنا أستطيع أنه أستخدم هنا هذا الشريط أيضا أستخدمه في عملية الإضافة أوكي فإما من هنا Add أو يمكن أن أستخدم الشريط إلي الحرية بهذا الشيء لاحظ إيش إيش أعطاك قال لك إنه هذا راح يحتبر عندك One يعني ال ID من عنده إيش راح يكون اسمه راح يكون Project underscore Project One dot One فأنا إيش راح أعطيه راح أعطيه الإسم فأنقر مرتين هنا على الإسم وإيش راح أقله أوكي راح أقله إنه الإسم مالتي هو S1 تمام؟ فالآن إذا أردت أنه أضيف واحد جديد فمرة أخرى أرجع أحدد هذا وإنقر عليه Click Amen وأقله Add ما راح أبدأ أغير ال ID لماذا؟ ال ID هو يستخدمه حتى يقوم في عملية الترتيب أجي هنا على الإسم إيش أقله أقله عدي S2 أوكي بنفس الطريقة أقله إيش أقله هنا Add مرة أخرى أدخل على الإسم إيش أقله أقله عدي S3 طيب الآن إذا أردت أنه أقوم في إضافة وصب يعني هذا الواحد أضيف داخله صب وهكذا فنفسي تعبدي أختاره أنقر عليه Click Amen يعني هذا أختاره أنقر عليه Click Amen وقل له هنا أنا Add لو تلاحظ أضافه إليك داخله أوكي فإيش راح أقله مثلا أنا راح أقله إيش عندي عدي S1.1 الإسم الخاص فيه لو تلاحظ إيش كيف عمل إليك عمل إليك بهذا الشكل يمكن أن يكون غير مرتب عندك يكون عندك بهذا الشكل وهذا بسبب هنا لو تنقر على هذا التاج أوكي تنقر عليه بهذا الشكل راح يراتب إليك بصورة أخرى تنقر عليه مرة أخرى راح يبدو يراتب إليك حسب فضروري جدا أنه إحنا نحتمد أو نفهم كيف البرنامج يستخدم الـ ID لعمليات إنشاء الـ WPS فإحنا حاليا ما راح نحتاجها أو ما بدين خلينا شات كيف راح يكون عندنا في الـ Chart View فيمكن أنه أذهب هنا على الـ View وراح نقل له هنا عندنا في الـ View أو نبدين نختارها بشكل مباشر هنا من الـ Chart View لاحظ كيف راح يكون عندك هنا عندك هذه الـ WPS راح تحتوي على WPS أخرى فيمكن أن نقرأ عليك ClickAmen وقل هنا هنا Delete Yes فرح يكون عندنا بهذه الصورة تماما